تحلق بالفعل في السماء تعبر أعلى قمم في العالم وتطير لساعات في درجة حرارة تحت الصفر بكثير وعلى ارتفاع شديد الخطورة على البشر حتى عتاة هوات التسلق منهم أذهلت قدرات هذه الطيور علماء الأحياء فدربوا بعضها على الطيران في أنفاق هوائية لدراستها عن كثب لكن الدراسة التي نحن بصددها تجاوزت ذلك فتتبعت عددا من الطيور في هجرتها عبر الهملايا احتجز فريق بقيادة باحثين من جامعة بانجر بويلز البريطانية عددا من طيور الأوز البري في حقل غربي منغوليا وزرع في كل طائر جهاز يرصد سرعته وارتفاعه وعدد ضربات قلبه بيانت هذه أن الطيور تغير ارتفاعها فتعلوا وتهبطوا متتبعتنا الجبال قد يفسر ذلك على أن الطيور لا تحاول الاستفادة من العلو الشاهق إلا أن معدل ضربات قلبها يظهر أنها توفر طاقتها بتفادي الطيران المتواصل في الأعالي حيث كثافة الهواء قليلة ويأمل الباحثون في النهاية أن يكتشفوا السر الوراثي الذي جعل الأوز يسبق الإنسان بزمن في قهر الهملايا ترجمة نانسي قنقر